السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة الحرف العربي ومعكم محمد الحميري النهاردة إن شاء الله سوف نستكمل معكم سلسلة دروس كيف تحسن خطت بالقلم العاد يلا كل واحد فيكم الجاهز أدواته عشان نبدأ الدرس مع بعض مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة النهاردة إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نشرح مع بعض إزاي نكتب حرف الفا والقاف مع اتصاله مع باقي الحروف في خط النسخ وحنستردم في الكتابة طبعا القلم العادي زي ما احنا تعودنا في هذه السلسلة جهزنا الأدوات يلا بينا كده نكتب على باركة الله مع العظيم في البداية لازم نعرف أن ما ينطبق على حرف الفا ينطبق على حرف القاف يعني الفا كالقاف في جميع حالاتها ما عدا في حالة حالة الانفراد وحالة إيه إذا كانت جاية في نهاية الكلام فالفا تختلف عن القاف في نهاية الكلام وفي حالة الإفراد الفا لما لايجي نكتبها بتكتب إزاي الرأس بتاعتها عبارة عن إيه زي سبعة كده زي سبعة وفقها تمانية تمام أهو زي سبعة وفقها تمانية بس بعملها بدوران شوية يعني بعمل كده سبعة وهو دوران واطلع تمانية بدوران وانزل واعمل الجسم بتاعها هو جسم إيه؟ جسم إيه؟ البا فالفا هي أخت إيه؟ أخت البا القاف إحنا قلنا هي هي في اتصالها مع الحروف مع عادة في حالة الإفراد في حالة الإفراد هنكتبه القاف نفس الرأس سبعة وفقها تمانية وانزل ولف إيدي واعمل الكاسة بتاعتها الكاسة بتاعتها حرف القاف هي كاسة حرف إيه؟ حرف النون إنما جسم الفا هو جسم حرف إيه؟ حرف الباب في حالة البداية والوسط بيكون نفس الكلام ينطبق على الفا ينطبق على القاف وفي النهاية تختلف طبعا الفا بيكون نفس الشكل بتاعنا كده أهو بمشي وأطلع وأعمل زي تمانية ده الفا في النهاية طيب القاف في النهاية تختلف أهو بأطلع وانزل وأعمل زي كاسة إيه؟ كاسة النون يعني دلوقتي الفا تختلف عن القاف في حالتين حالة الإفراط لما يكون مفردة كل واحدة مختلفة عن التانية جسم بتاعها وحالة نهاية الحرف إنما في حالة البداية في بداية الكلام أهو لما أجي أعمل الفا أو القاف أهو السبعة فجيه تمانية وانزل وكمل الحرف اللي بعده تمام؟ دي فا أو قاف في حالة الوسط برضو وسط الكلام أهو بطلع كده وأعمل زي تمانية و ومشي تمام؟ ده الفا أو القاف في وسط الكلام هنشوف الكلام ده وهنطبقه مع ايه اتصاله مع باقي الحروف يلا بينا كده نبدأ في كتابة الفا أو القاف مع باقي الحروف نبدأ بكتاب حرف الفا مع الألف اهو زي احنا قلنا هنعمل الفا زي سبعة واطلع فجيه زي تمانية وامشي كده وحطلع اعمل ايه الألف بتاعي اه مائل قليلة ناحية اليسار اه الفا مع حرف البا بقى اهو برضو سبعة وانزل فيها تمانية وهنا اطلع كده لفق سنة وحط حرف البا بالشكل ده فيه مع حرف ايه البا هنا مع الألف مشيت ايه اه مستقيم شوية هنا مع البا اطلعت الفوق شوية في جزء اه اللي تحت ده طيب حرف البا مع الجيم بقى الفا مع الجيم قلنا حرف الفا مع الجيم الجيم بترفع الحرف اللي قبله دي قاعدة خدناها في جميع الحروف السابقة هنكتب كده الفا حرف عيدي فوق بقى اهو اعمل السبعة وفقية الثمانية وانزل وانزل بشرطة عادية كده وارجع تاني عليها وعمل جسم الجيم بالشكل ده يعني الجيم رجعت ومن وسط بتاحها بدأت ايه وعمل ايه جسم الجيم ده حرف الفا او القاف مع حرف حرف الجيم طيب الفا مع الدال الفا مع الدال بالشكل ده برضو اهو سبعة وانزل فقية تمانية واطلع اعمل ايه الدال بالشكل ده فيه او قاف مع حرف الدال الفيه مع الرا الفيه مع الرا بيكون ليه اكتر من شكل طيب هنكتب كده ونشوف الشكل الاول اهو سبعة مع تامنية بس ايه فيه استدارة شوية تمام وانزل وعمل الراء السعوبانية وحنا قلنا الراء من الحروف اللي ينزل جزو منها ايه تحت السطر زيها زي حرف ايه الجيم طيب فيه شكل تاني مع الراء اهو ممكن اعمل كده وانزل شرطة بسيطة واجيلف تحتها الراء على طول فيه راء وممكن اعمل فيه واعمل مد واعمل حرف ايه الراء بالشكل ده اهو تاني هعمل فا مفردة تمام وعندما طلعت السن ده اراء عامل ايه حرف ايه الراء فيه او قاف او اه مع حرف ايه الراء الفا مع حرف السين مرضو زي ما هو بنكرر مع بعض واطلع هنا زي ما عملت مع الباء زي ما عملت الفهم مع الباء طلعت صعود سنة السين الاولى مع دولة واطلع هعمل زي سبعة ميلة زي ما اخدنا في اتصال حرف السين واعمل ايه السنة التانية والتالتة بالشكل ده زي كاسة النون فهم عسين او الشين طيب اه بعد كده هنعمل الفهم مع حرف الصاد بالشكل ده اهو برضو نفس الكلام وهنا اعمل حرف الصاد بتاعي كاسة النون واحنا قلنا الصاد برضو من الحروف اللي بتنزل جوزي بنا تحت الصاد زيها زي حرف السين حنشوف الفاء مع حرف الطا برضو نفس الكلام اللي ما عملنا الفاء مع الصاد اهو بس بدون الكاسة اهو بطلع وانزل كده وروح اطلع سنة بسيطة واحط الالف بتاعي في نهاية في نهاية حرف الطا طيب بعد كده معانا الفه مع حرف العين الفه اهو برضو نفس الكلام سبعة وتمانية واطلع وعمل العين وحنا جلنا العين بتكون مكفولة في خط النسخ في النهاية وفي الوسط طيب بعد الحرف كده حرف الفه مع حرف الفاء الفاء مع الفاء اهو تمام واجه هنا واطلع كده والف يدي واعمل جسم جسم الباء طيب الفاء مع حرف القاف بقى نقول نحن في الحالة دي بيختلف الفاء المنتهية او القاف بيختلفوا عن بعض ما بياخدوش نفس الحكم ما بياخدوش فاء مع حرف القاف الفاء مع الكاف نفس الكلام اللي اخدناه مع الالف فاهو واطلع كده واجه هنا اعمل جسم جسم الباء وحب الهمزة بتاعتي شارك الكاف في الوسط الفاء مع اللام برضو نفس الكلام سبعة وتفقية ثمانية واطلع وانزل واللم بينزل جزء منها تحت تحت السطر الفاهم مع الميم الفاهم مع الميم بجاء لها اكتر من شكل يعني ممكن نعمل كده اول واحدة او فيه ونحط شرطة وتحت الميم بالشكل ده فاهم مع ميم وممكن اعمل فاهم مع ميم وفي مد يعني او كده ممكن اعمل مد كان هعمل فاء مفردة تمام واطلع كده وامشي شرطة اكفلها وانزل من هنا كده الطرف ده تعملت معي الفاهم مع الميم وممكن اعمل برضو فاهم مع ميم بدون مد بالشكل ده اهو واطلع وانزل كده واكفل ده بالشكل ده فاهم مع ميم برضو نفس الشكل الفا مع حرف النون برضو ما فيوش اي اختلاف وحط يعني حرف الفا او القاف من الحروف السهلة جدا في الكتابة بتاعته يعني نفس الرأس هي هي ما فيوش اختلاف بينها ما بين الفا والقاف يعني حرف بعد كده الفا مع حرف الوا اهو واجهنا اعمل زي رأس القاف اللي عملت لكن الجسم بتاع هعمل جسم الرأ زي ما اخذنا قبل كده طيب بعد كده حرف الفا مع حرف الها اهو واطلع لفوق نعمل الف وانزل شرطة كده واكفل الفا مع الها الوسطي الها المنتهية طيب هنا الفهم مع اللام الف اهو كان اعمل الالف واجه من الوسط كده ونازل وعمل الالف بتاعي الوسطي فهم مع حرف اللام الف الف مع حرف الياء اهو شرطة وارجع تاني وحط حرف الياء وقلنا الياء من الحروف اللي بينزل منها جزئ تحت السطرة وفي شكل تاني من اشكال الف مع حرف الياء اللي هي الياء الراجع يعني الصدق الوعد والبعد عن النفاق يلا كده اجهز الادوات بتاعتك عشان نكتب مع بعضينا الشرف للالف اللام حلية اعمل حلية واطلع سنة السنة الاولى تانية مع دولة تمام سنة التالة عبارة عن شرطة وعمل را الشكل ده الفا اهو الفا اللي احنا خدناها المفردة تمام الشرف في قول الحق الفا مع الياء زي ما احنا خدنا اهو الشكل ده فيه وانزل سبعة وثمانية شرطة وانزل هنا الياء وانا تنزل جزء منها تحت السطر الشرف فيه قول القاف مع الواو خدناه اهو القاف مع حرف الواو تمام اهو نعمل برضو نفس الكلام سبعة وثمانية كده وانزل وعمل الواو اهو وحط اللام وانا اللام بينزل الجزء منها تحت الصد الشرف فيه قول الحق هادي الالف اللام وتحت هي حق وانا الحق بيرفع الحرف اللي قبله وحط القاف التانية اهو القاف المنتهية اهو الشرف فيه قول الحق وصدق الواعد ومفردة صد خدناه في حرف الصد وانا الصاد لها طرف من اسفل وصد قاف المفردة هو سبع وثمانية وانزل وجسم الجسم النون الشرف في قول الحق وصدق الواعد هادي اللام والواو العين خدناه في الدرس السابق العين يقولناها زي حاجة بعين واطلع صدق الواعد تمام والبعد عن والبعد البعد الف الام واطلع حرف الباء عبارة عن قنطرة عمتها خفيفة العين والبعد عن النفاق عن النفاق عين برضو وهو قلناه بنعمل حاجة بعين هنا بعمل الزراعة ده أكتر وهنا دوران كده بسيط وحط عن النفاق هذه الألف اللام هطلع أعمل سنة النون عبارة عن طلعت فوق ونزلت عملتها قنطرة وأعمل الفاة الوسطية أو القافة أو قدناها وأعمل ألف وأعمل القافة المنتهية تمام شكل الكلام ده الش رف في قول الحق حق و صدق وصدق الوعد وصدق الوعد والبعد عن النفاق تمام كده عزيزي المشاهدين يكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى يكون استفدتم منها استفادة كبيرة وعليكم بكثرة التمرين ونكتب التمرين أكتر من مرة إن شاء الله عشان يكون في نتيجة معكم وألقاكم في الحلقات القادمة وأتقبل تحياتي ودمتم في رعاية الله أخوكم محمد الحميلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة